في العام 1996 أي بعد مرور سنة واحدة على إدخال خدمة الإنترنت إلى الأردن كان شارع شفيق رشيدات والمعروف بشارع الجامعة في إربد لا يضم أكثر من أربعة مقاهي إنترنت وفي عام 2001 ترشح الشارع لموسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث ضم 105 مقاهي إنترنت بالرغم من أن طوله لا يتجاوز كيلو مترا واحدا فكيف حال شارع الجامعة اليوم؟ كان عليها الإقبال بهذه الفترة زي ما نحكي فترة تتجاوز العشر سنين كان إقبال عالي عليها كونه خدمة الإنترنت كانت زي ما نحكي مختصرة على المقاهي الكوس تباحة كان عالي كثير فكان من الصعب أنه أي حدا زي ما نحكي أنه يملك هذه الخدمة فكانوا يضطروا يجوا خلال الأسلاك وكابل وكونوا أجهزة ومثل يك بالوقت الحالي صارت خدمة الإنترنت متناول لأيدي الجميع في الوقت الحاضر مع انتشار الأجهزة الذكية وتنتشار التكنولوجيا بشكل كبير بين كل شخص يمتلك جهاز ذكي أو أكثر من جهاز فأصبح أن الطالب أو الباحث أو اللي بدور على المعلومة يطلعها بشكل سريع وبجهد وتكلفه أقل فيما أشار الدراسة أجراها الأستاذ بقسم الصحافة في جامعة اليرموك محمد القضاء عام 2001 إلى أن الفئة العمرية بين 18 و22 عاما شكلت أكبر نسبة من رواد مقاهي الإنترنت في عمانة وإربط إذ بلغت أكثر من 44% وصلت نسبة انتشار الإنترنت في الأردن 87% من مجموع سكان الأردن بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هنا صارت الإنترنت متناول بأيدي الجميع وغير الاشتراكات المنزلية وصار موجود في كل منزل حاليا فصار متطلبات أساسية لكل منزل فصعب أن أروح أنا أغلب حالي فليش أنا أغلب حالي وأروح أدفع فلوس ووقت وجهد أبذل حالي عشان أروح على مقه الإنترنت أنا بالنسبة لي يعني بحب بفضل أقعد بالبيت أدور على المعلومة اللي أنا بدي إياها وهك بكون مضعي تمام في الحقيقة لا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبل الإنترنت بشكل دقيق مستقبلا وكيف يتغير سلوك المستخدم لكن الأكيد أن على مقدم خدمة الإنترنت خلق نماذج قابلة للتطوير والاستدامة